الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية إعادة لمسرحية التعطيل والنتيجة الفراغ لأن الكتلة لا تزال على موقفها فتكتل الجمهورية القوية سيواصل تصويتا للنائب ميشال معوض بحسب مصادره التي دعت عبر الـ OTV إلى عقد جلسات مفتوحة ومتتالية إلى حين التوصل لانتخاب رئيس الكتائب كما الكوات ماضية بالتصويت لميشال معوض إلا إذا تغيرت المعطيات وقرر الثنائي الشيعي وحلفائه السير بمرشح ممكن أن يكون مقبولا منها فساعتها تنضي به أما التقدمي الاشتراكي وعلى رغم أن الجلسة تقع بعد اللقاء الأخير بين رئيس المجلس النيابي نبيه بره والنائب السابق وليد جومبلاط والتي اتفقا خلالها على رفض مرشح التحدي ليلتقي جومبلاط بعدها بالسفير الإيراني فسيسير مجددا بميشال معوض بانتظار أن يعلن الثنائي الشيعي وحلفائه عن مرشحهم الرسمي وعلى المقلب الآخر أكدت مصادر حزب الله للـ OTV أن كتلة الوفاء للمقاومة ماضية حتى الساعة بالتصويت بالورقة البيضاء وردا على سؤال عن إمكانية التصويت للنائب السابق سليمان فرنجي اكتفت بالقول لم يعلن ترشيحه رسميا بعد كذلك مصادر حركة أمل أعلنت أنها لم تتخذ القرار النهائي مؤكدة أنها لن تذهب إلى التصويت لأسماء بغية حرقها أو إلى فرض مرشح تحدي أو مواجهة من ناحيته تكتل اللبنان القوي سيعد تصويت بالورقة البيضاء معتبرا أنها تترك اليد ممدودة للتوافق على مرشح سنادا إلى ورقة الأولويات الرئاسية التي قدمها التيار أما نواب التغيير فمنقسمون بين التصويت لعصام خليفة ميشيل معوض ولبنان الجديد أما تكتل الاعتدال الوطني فسيصوت للبنان الجديد حتى الساعة بانتظار القرار النهائي بعد اجتماعه الليلة عند الساعة الثامنة وعليه جلسة الغد من دون رئيس ليبقى الفراغ فاردا نفسه حاكم المشهد